عندما بدأ ما يسمى بفترة الإجازة بدأت أرى ذلك وأحياناً أستيقظ وأفكر أحتاج أفعل شيء لكن أوه لا ما أعد بحاجة لأتفقد السلاك بعد الآن ما أعد بحاجة لقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل في الواقع ما فيك اجتماع عندي اليوم مثير أو مضغوط في بعض الأحيان يجب أن أكون صريحاً كانت هناك أيام شعرت فيها بحالات اكتئاب قد يصفها البعض بذلك أوه ماذا أفعل اليوم ثم ببطء بدأت أملأ هذه الأيام خطة تمارين منتظمة أكثر أغوم بسيد من التأمل وتسجيل تأملات لبودكاستاتي الأخرى وتسجيل هذا البودكاست والتحدث إلى أشخاص مثلك للتخطيط لهذه المكالمات والقيام بأشياء أحب أن أفعلها طيط عم صحي مثل يمكنني أن أقول أن أكثر من 85% من الوجبات التي تناولتها منذ أن تركت عملي كانت صحية لذا على الأقل لم أكن أتناول الطعام في الخارج كثيراً وكل هذا جعلني أعمل على الطهي في المنزل النظر إلى الماضي مثير للاهتمام وأنا أقول يا إلهي أستيقظ وأنا أعمل ولكنني أعمل لنفسي قد اتخذت قراراً واعياً للعمل لنفسي والعمل على نفسي واستثمار ذلك الوقت بالنسبة لمرة أخرى شي سمعت تقوله والشيء الوحيد اللي من المثير رؤية المقارنة من وقت لآخر مثل الفارق في الوقت اللي أقضيه وأنا أفكر كيف تمر أيامي ثم أنظر إلى الوراء وأرى أوه نعم أنت تطبخ لهذه الفترة الزمنية وتذهب إلى الجيم لهذا الوقت وتفعل هذا وذاك مثل ثماني ساعات تقضي كل هذه الساعات الثمانية على نفسك